موسيقى أهلا بكم أحبة المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الثقافة الصحية موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن مرض السكري ما هو مرض السكري وما هي طرق الوقاية وما أعراضه وما هو علاج مرض السكري وما هي الأغذية المهمة والمفيدة للمريض السكري كل هذا وأكثر سوف يحدثنا عنه الطبيب محمود العبيدي المختص بداء السكر ابقوا معكم طبعا يجب أن يكون هناك زيادة بتعدد الوجبات الغذائية وبقلتها يعني المريض صاحب السكر يجب أن يأخذ وجبة طعام خفيفة حتى ولو تعددت أكثر من ثلاث وجبات هذا أولا ثانيا يجب على المريض أن يقلل من الكاربوهيدرات والنشويات لأن هذه الكاربوهيدرات والنشويات هي التي تتحول إلى السكر وتحدث اختلافات مع زيادة نسبة السكر فنمنع المريض أنه لا يأخذ سكريات لكن يأخذ في نسب أقل من السكريات التي يحتاجها للإنسان الطبيعي والدهنيات كذلك تقلل أما إذا حدثت هناك مشاكل كلوية بوجود مضاعفات في السكر على الكلة فيجب أن يتحفظ المريض من أخذ البروتينات أيضا بنسب أقل من المعدل العادي أن هذه الأغذية هي تأخذ في نسب فيجب تقليل هذه النسب لمريض السكر ويجب أن تتعدد الوجبات لكي يحافظ المريض على نسبة السكر لديه بالإضافة إلى إجراء الفحص التراكمي كل ثلاثة أشهر لأن الفحص التراكمي يعطينا دلالة على سيطرة المريض على السكر أم لا فإذا كانت نسبة التراكمي أقل من سبعة يعني أن المريض خلال فرترة الثلاثة أشهر السابقة هو مسيطر على السكر أما إذا كانت النسبة أعلى من عشرة يعني هناك اختلال في ضبط السكر لدى المريض ويجب على كل مريض أن يأخذ جهاز فحص السكر لأن هذا الجهاز هو جهاز رخيص وشركات كثيرة موجودة يعني السعر لا يتعدى ثلاثين ألف دينار والمريض يقدر أنه يشيك السكر مالته في أي فترة معينة قد يكون بعد الأكل أو قبل الأكل حتى يعرف نسبة السكر عنده خلال فترة اليوم كاملة أنا لا أنصح لا أنصح بأخذ أدوية الأعشاب لأن كل دواء يجب أن يفحص من قبل منظمة الصحة العالمية ومن يقول أن هذا العلاج لا يؤثر على الكلة فإذا أخذ المريض هذا العلاج العشبي وفيه تأثيرات سلبي على الكلة فقد حدثت هناك مشاكل كعجز للكلة التي سببتها هذه الأدوية لأن المريض أساسا لديه مشكلة في الكلة وأخذ العلاج لأنه نعرف أن عملية طرح الأدوية والأعشاب هي عن طريق الكلة والكبد فقد يسبب مشاكل سيئة جدا على حياة المريض وهناك حالات حدثت عجز كيلة كامل بعد أخذ هذه الأدوية الأعشاب فالأدوية يجب أن تفحص من قبل منظمة الصحة العالمية لكي يأخذها المريض يجب علينا أن لكي نتقي المرض أولا هو طبعا المرض قد يكون بعامل جيني فهناك عوائل تحدث لديها سكر فأكو عامل جيني في حدوث المرض ولكن الإنسان لكي يتقي حدوث هذا أولا الرياضة الرياضة المستمرة مهمة جدا لأن الرياضي يطرح كل ما يأخذ من مواد غذائية وطاقة راح تستنفذ ولذلك لم تصعد نسبة السكر لديه بالإضافة إلى عوامل استرس القلق يجب أن لا يفكر كثيرا ويبقى في هم لأن هذا قد يزيد نسبة السكر عند المريض فإذن الرياضة والمحافظة على الغذاء يعني يجب أن يأخذ غذاء متوازن معتدل ليس أن يأخذ وجبات كبيرة أو وجبات بها كميات كبيرة من السكريات والنشويات والبروتينات أولا الأسباب لغلاء الأدوية أن الأدوية بالعراق توجد هناك مئات الشركات وقد تكون هناك شركات مصرح بها وهناك شركات غير مصرح بها فالمفروض أولا من وزارة الصحة العراقية أن تسعر كل الأدوية التي تأتي للعراق حتى لا يغبن المريض ويغبن الطبيب لأن بعض الصيادلة أو بعض الصيدليات في العراق قد تأخذ نسبة أرباح حائلة من خلال الشركات المصدرة الأدوية فلو كان سعر الدواء 2 دولار لنفرض قد يصل إلى المريض 12 دولار السبب الآتي أن الشركة المستوردة الأدوية تأخذ أرباح من الشركة الأساسية الرئيسية كان شركة موجودة في ألمانيا في إيطاليا في كوريا في إيران في الأردن في الرياض كل هذه الأدوية ستأخذ أرباح الأرباح هذه موجودة هناك مندوبين لكل الشركات التي حثت بعد السقوط مندوبين بكثرة لكل الشركات هؤلاء المندوبين أيضا يأخذون رواتب فإذن الشركة ستزيد سعر الدول ثالثا الصيادلة الصيدليات تأخذ أرباح فاحشة وقد تكون مضاعفة لسعر الدواء فإذن أن أي دواء إذا كان سعره دولارين قد يصل إلى المريض 12 دولار فلو كانت هناك تجربة بأن أي دواء لا يدخل عراق إلا بعد مصادقة وزارة الصحة العراق وتسعيره لأنه تعرف الأدوية بالعالم كلها فيها أسعار ثابتة غير متغيرة في كتب الأدوية يقول لك هذا سعر الدولار حلقة دولار هذا ثابت فلو كان هي شيء ما كانت أسعار الأدوية تكون بهالغلاء بحيث تأثر على حياة على معيشة المريض وتعرف أحنا نمر في ظرف اقتصادي أما بالنسبة لوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية فإن نسبة الأدوية شحيحة أولا هو عزوف الشركات الأدوية عن إعطاء المقاولات والأدوية لوزارة الصحة وذلك لأن هناك أموال كثيرة بذمة هذه الوزارة لن تستطيع أن تعطيها للشركات فالشركات اتجهت إلى القطاع الخاص لأجل أن تحقق أرباح وتكسب الأرباح مالتها يقول لك أنا ليش أنطي للوزارة اللي ما تنطيني فلوس بعد فترة زمنية وقد ما تنطيني فلوس وميزانية وزارة الصحة حقيقة يعني بالعراق هي أقل ميزانية بالنسبة للدول المجاورة مثلا في السعودية ميزانية وزارة الصحة 40 مليار دولار أما ميزانية وزارة الصحة العراقية ما تتجاوز 3 مليار دولار وتعرف يعني هاي فرق كبير فإذا تكون الخدمات في وزارة الصحة أقل وتقديم الأدوية لأن الميزانية المخصصة للأدوية والعلاج تكون أقل بكثير لأنه هي ليست الأدوية فقط وإنما هناك أشياء كثيرة أخرى الأجهزة الطبية وإدامة الأجهزة الرنين وأجهزة المفرس وكل هذه الأجهزة تدام من قبل خبراء خبراء موجودين قد يأخذون أجور لإدامة هذه الأجهزة يعني طبيب قسموهم الشركات قسموها إلى كلاسات كلاس A كلاس B كلاس C مثلا هذا حسب المرضى اللي عنده فهي راح تصير الكومشينات على حساب هاي الكلاسات فقد يكون كلاس A هذا ينطو كومشين أكثر من الكلاس B أو كلاس C مع الأسف الشديد وهذا السوق راح يأثر سلبيا مستقبلا على حالة المريض الصحية السبب ليش الأنتبايتك ده تصرف بدون أي سبب أحنا هسا لو تروح في إنجلترا أو في أي دولة أوروبية الأنتبايتك ما يعطى إلا على ضرورة القصو فأنا إذا أقول لك أنه الأدوية تصرف بالراجيتة قد تكون عشر أنواع من الأدوية وقد المريض ما يستحقها مع الأسف وتأثر سلبيا ومستقبلا راح تقلل مناعة الإنسان لأنه الأدوية من تأخذ بكثرة راح تقلل مناعتها وراح أي أدوية ما راح يستفاد عليها بها مستقبلا وصير مقامة ويصاب الإنسان بأمراض خطرة مع الأسف يعني هاي الحالة وهاي المفروض هماتي أن ترعاها وزارة الصحة العراقية يعني يشوف أنه الأدوية يعني تصرف حتى من قبل المرات حتى من قبل الصير بالشارع تصرف الأنتبايتك وهذا غلط كبير لأنه في الدول المتقدمة الأدوية هاي ما تصرف إلا بوصفة طبيب وتكون محددة وقليلة جدا فتصرف الأدوية بهذا الشكل والراتشية قد تكون في أدوية كبيرة ما يستحقها المريض حتى تصرف الأدوية من قبل الشركة أكثر وقد تكون هلالك رموز لهذه الأدوية حتى تتفق مع صيدلية خاصة وحاصة أنه في بعض الأطباق قد تكون الصيدلية الموجودة بجنبه هي تابعة إلى أو هو مشتريها أو لعائلته أو لشخص قريب عنه يأخذ نسبة من هاي الأدوية شكراً للطبيب محمود العبيدي على هذه المعلومات وأتمنى أنه استفادته من قدها الآن أحبة المشاهدين راح نشوف الريبورتاج اللي أعد لنا زميل محمد حول مرض السكري المهنة الإنسانية أو ملائكة الرحمة تلك المسميات التي تطلق على الاختصاصات الطبية بصورة عامة لكن في العراق قد يختلف بعض المرضى على تلك المسميات خصوصاً الذين يلجأون إلى الأطباء لغرض العلاج وهم من متوسطي الدخل أو الفقراء والسبب هو الأسعار الخيالية للتشفيات التي تتجاوز الخمسين ألف دينار لبعض الأطباء وأسعار الأدوية الغير منطقية للوصفات العلاجية فضلاً عن أسعار التحاليل المرضية والسونار والأشعة السينية نهيك عن أسعار فحص الرنين المغناطيسي والمفرس التي تتجاوز الخمسمائة ألف دينار للفحص الواحد أكيد هي مهنة إنسانية وبالوقت الحاضرة تخلت عن هذا الشيء وصار الثمن هو المريض المريض وبالخصوص المريضة اللي ما يملك المال واللي ما عنده والعلاج كلش غالي فبالتالي المريضة يموت يعني المريض دي عاني ودي تعاب والأطباء كلهم غلة والصيدريات كلها غلة والأدوية كلها غلة يعني المريض دي عاني بصراحة حتى بالمستشفيات صارت الباصات بفلوس تحديد الصيدلية للمريض من قبل بعض الأطباء يهتي لكون وجود اتفاق بين الطبيب وأصحاب الصيدليات باستخدام رموز محددة يصعب فهمها من قبل باقي أصحاب الصيدليات في كتابة الوصفة العلاجية لغرض احتساب نسبة من أسعار تلك الأدوية في الوصفة ما يجعل الأسعار مضاعفة عن باقي الصيدليات وتدخل كاهل المواطن والدكتور متفق ويا الصيدلاني إلى نسبة يعني عندي حالة معلومة مية بالمية دكتور روح على فلان صيدلان ما تلقى هذا الدواء في حال لجوء المريض إلى غير الصيدلية المحددة فإن الطبيب يرفض تناول المريض لهذا العلاج بداعي إنه ليس من منشئ جيد هذا ما يجبر المريض لشراء الوصفة من الصيدلية المحددة وعادة ما يكون باهظ الثمن أكيد موجود إلا للصيدلية ولا ما جبت من الصيدلية اللي دزاني عليها راح يقول هذا الدواء مواصلي يعني هذا الشي صاير بياني يعني الصيدلية راح أجيب من عدة أنت الصيدلية عرف بيولا صديقة وفادي شي طين علاج رخيص أو بدينا أو شي يقول لا هذا العلاج ما استقبله مواصلي من قال لك تروح للصيدلية ديش إلقاء اللون من قبال أصحاب الصيدليات على الجانب الرقابي في المؤسسات الحكومية التي تسببت بعدم التزام بعض الأطباء وبعض الصيدليات بالقوانين الموضوع لهم قد يجعل الجهاد ذات العلاقة في محل تقصير بحسب أصحاب الصيدليات السبب أنه الدولة ما يكون رقابة على الأسعار بس هنا إن شاء الله يكون قانون إن شاء الله راح يسعروني عدوية من النقابة حتى يحدون من هذه الشغلة أنه غلاء الأسعار والله هنا الطب الأرق مشهودة لها حالة حالة حضارة عندنا بالطب والدليل أنه بأغلب بلدان العالم الأطباء الأرقين ما أخذين مماكن مهمة بالمستشفيات البرة بس إحنا هنا شوية بدأ الوضع يتدهور بسبب ما يكون مراقبة ما يكون متابعة بس ما تقدر نتعم على الكولك وطباء مشهورين اللي هم بعدهم نسميهم الكيوال يعني هم المعروفين كيوال بالنسبة للمجتمع الطبي قايدين المسيرة لحد الآن محاولين يعني انعاش ما تبقى من هاي المهنة وإن شاء الله خير يرادلها متابعة وغياب للمراقبة يعني انقابة للطباء صالها يمكن أربع سنين خمسة ما يكون انتخابات متابعة ما يكون للطباء متابعة ما يكون للصيادلة والطباء الأسنان وكل مجموعة طبية بالإضافة إلى قامت ناس تفتح عيادات وتشتغل طبيب وهي وصل مطبيب وصارت حالات شفناها ممكن دكتور عدد المحسن ومع كل هذه المعساة التي يعيشها المواطن بسبب جشع بعض الأطباء وبعض الصيدليات الذين تجردوا من إنسانيتهم في التعامل مع المواطن البسيط إلا أن في العراق الطباء لهم حضورهم وبصماتهم الإنسانية فضلا عن الأطباء العراقيين الذين يعملون في أكبر المستشفيات المتطورة في العالم ويرفعون اسم العراق في جميع المحافل الطبية من بغداد محمد الصالح الطليعة الفضائية شكرا للزميل محمد الصالح على هذا الريبورتاج الذي تناولنا عن غلاء أسعار الأدوية بالمستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة راح نروح أحبة المشاهدين للفقرة وهي الفقرة الأهم عن الأغذية الصحية المفيدة لمرضة السكري أقوم دقيق الشوفان يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للتوابان كما أنه أبطأ في الهضب عن الكربوهيدرات الأخرى بذلك تفتناول الشوفان يسبب أفراز الكليكلوز في مجرى الدم ببطء أكثر مما يمنع ارتفاع في مستويات السكر في الدم القرفة تحتوي القرفة على مركبات لها القدرة على تحفيز مستقبلات الإنسولين على الخلايا وبالتالي تحسين القدرة الجسم على امتصاص السكر في الدم العنب تناول الفاكهة ولا سيما العنب التوت والتفاح يرتبط بشكل كبير مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني زيت الزيتون غني بالدهون غير المشبعة الأحادية والتي تحسن حساسية الإنسولين وتحفز عمله البقوليات البقوليات وخاصة الفاصلية تحتوي على الكربوهيدرات عالية الجودة والبروتين الخالي من الدهون والألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة البيض البيض يوفر جرعة كبيرة من البروتين المشبع ويشكل خيار صحي بالمقارنة مع العديد من اللحوم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أحبك المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ثقافة صحية نلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة